هذا وجددت وزارة الصحة دعوة كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة مواصلة الالتزام المجتمعي بالقرارات الصادرة من الفريق الوطني الطبي والتقيود التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية منذ أن حطت الجائحة برحالها على العالم بأسره ومنذ أن سجلت البحرين أول حالة إصابة قائمة بفيروس كورونا بذلت مملكة البحرين جهود حثيثة في معركتها ضد كوفيد-19 بكل حكمة واقتدار بتعاون أبنائها وتكاتف الجيش الأبيض الذين يواصلون الليل بالنهار لتجنيب المجتمع خطورة تفشي الفيروس والحفاظ على الصحة العامة ما جعل البحرين محط أنظار العالم في كيفية التعامل مع هذا الوباء العالمي وفي ظل تفشي السلالة المتحاورة في عدد من دول العالم داب الفريق الوطني الطبي على التأكيد بأن الإجراءات الاحترازية المتبعة في مملكة البحرين ضد السلالة المتحاورة أو أي سلالات أخرى هي ذاتها الموصبها من قبل الفريق الطبي منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين مشددين في الوقت ذاته على أن تلقي اللقاح يشكل حماية للفرد والأسرة والمجتمع جهود مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا تعززت بأسبقية المملكة في توفير اللقاح المضاد للفيروس حيث أقرت مملكة البحرين الاستخدام الطار لخمسة لقاحات مضادة لفيروس كورونا حتى الآن تعزيزا لجهود محاربة الفيروس هذا وتشدد الجهات الصحية في مملكة البحرين على ضرورة مواصلة كافة أفراد المجتمع التزامهم بالإجراءات الاحترازية وممارسة الوعي المسؤول في اتباع كافة التدابير الوقائية التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي لما لهذا الالتزام المجتمعي من دور بارز في مزاندة الجهود الوطنية التي تبذلها كافة القطاعات المعنية في المملكة لمجابهة كوفيد-19 وتصفير الحالات القائمة